اهلا بحضراتكم من جديد ويكون قادر على التواجد مع الفريق في فترة قريبة جدا بإذن الله ومع زميله التحفيز بقى مع مصطفى شبير مع حمزة علاء مع مصطفى مخلوف يعني جميعا شايفين طبعا لقطة خروج الشناو مبارح من المباراة وعلى طول التعامل الطبي المميز جدا من دكتور محمد أبو العيلة يا جماعة عايز أقول لكم على حاجة مهمة دكتور محمد أبو العيلة على فكرة دكتور شاطر جدا ودكتور عامل كل احتياطاته في هذه الرحلة وفي هذا المعسكر وأي كلام على فكرة أن الرجل مش معه أدوات ولا إشعة ولا كلام ده كل كلام ده خرافات بس الفكرة في حد ذاتها شوفوا وقرنوا ماذا حدث لما صلاح أصيب وماذا حدث لما الشناو أصيب التعامل مع الإصابة والوضوح من أول ساعة في موضوع الشناوي هو اللي خلى الناس كلها خلاص عرفت أن الشناو برى البطولة عرفت أن الإصابة طويلة عرفت أن يعمل عملية جراحية فالموضوع كانوا ده عكس موضوع صلاح وده موضوع أتكلم عليه بعدين لكن في موضوع الشناوي كل اللي قدر أقوله دلوقتي محمد يا شناوي أنت مرد بمواقف أصعب من كده بكتير بإذن الله هتقدر ترجع بسرعة مصطفى شوبيري اتصل بالشناوي كل الحراس اتصلوا بالشناوي يعني الكل متواجد في الفترة اللي جاية قلبا وقالبا مع محمد الشناوي ولكن عايز أتكلم على الناحية الطبية وإلا حصل بالزبط في الساعات الأخيرة الجهاز الطبي لمنتخب مصر تواصل مع الجهاز الطبي في النادي الآلي اللي موجود حاليا في الإمارات مع دكتور أحمد دا جابالة حول موضوع إصابة الشناوي دكتور محمد أبو العيلة معك كل الأدوات والأشعات وفيه غرفة كده في فندو الإقامة في دور المنتخب كده في دور كامل بالعائد المنتخب في الغرف فيه غرفة مخصصة بس للجهاز الطبي وغرفة كبيرة مش غرفة صغيرة تقدر تقول جناح فيه مكان للإشعات فيه مكان للتدليق كل الأمور المتاحة موجودة الحمد لله في معسكر منتخبنا في تكره كده أول يوم في البطولة لما قلنا أن منتخب مصر تاني أكبر بأسة مع حمولة على الطيارة وقلنا وقتها يعني وزن الحمولة حوالي 8000 كيلو الوزن دا مش أكل وشرب بس لا كمان أدوات وأدوات متعلقة بالأجهزة الطبية والجيم والسونة يعني حاجات كتيرة جدا الحمد لله جهاز منتخبنا بيبقى عامل حسابه عشان ندي كل واحد حقه على فكرة ولكن لما حصل تواصل بين الجهاز الطب المنتخب مصري مع الجهاز الطب للنادي الأهلي تم الاستقرار أن الأشعة يتم إرسالها لدكتور متخصص فيه موضوع العظام كان سبق أبريكاية تم إجراء عملية جراحية لخالد عبدالفتاح وأيضا رضا السليم لما تبص على الأشعة وتشافت موضوع الإصابة لأ كان لازم على طول الشناوي يسافر ويعمل عملية جراحية والنادي الأهلي خاد هنا خطوة مهمة جدا مع منتخب مصر ساعتها النادي الأهلي قال للمنتخب اللي انتوا شايفينه مناسب للشناوي وليكوا اعملوه النادي الأهلي ما عندوش أي مشكلة الشناوي على فكرة كان عايز يقعد مع المنتخب لغاية آخر يوم والشناوي كان عايز يبضل مع زماله لغاية اليوم الأخير وقبل كده حصل ده ولكن المرة دي عملية جراحية وفكرة إصابة الكتف أو مفصل الكتف ولما بقى فيه خلع وممكن يكون فيه مضاعفات انتظارك لعدم إجراء العملية الجراحية ممكن يعمل مضاعفات سلبية أكتر فبالتالي ده مش هيبقى في مصلحتك ولا في مصلحة المنتخب ولا في مصلحة الأهلي فساعتها النادي الأهلي قال للمنتخب اللي انتوا شايفينه في صلاح الشناوي اعملوه وعلى هذا الأساس بالفعل تم حجز الصفر للشناوي إلى ألمانيا خلال ساعات بإذن الله يعمل بعض الفحوصات الطبية للتأكد من تفاصيل الإصابة عشان يخضع لها عملية جراحية في الفترة اللي جاية فكرة بقى الإصابة تاخد لها من 3 شهور لأربع شهور كلام النهاردة لا ممكن توصل لست شهور أنا ما بركزي خالص في أي تفاصيل ليه علاقة بالمدة أنا يهمني يعمل عملية بسلامة الله يخرج منها معافة إن شاء الله في التأهيل بقى نبدأ نطمن على الشناوي يبدأ يرجع أمتى لكن المهم في التوقيت دلوقتي أعمل حاجة سلامة محمد الشناوي وأتمنى الأيام اللي جاية نخف شوية على فكرة الأهلي هيجيب حارس مرمى نخف شوية على فكرة الأهلي هيجيب حارس مرمى نطمن بس على الشناوي الأول بعد إجراء العملية جراحية ندي دفعة قوية لمصطفى شبير لحمزة علاء لمصطفى مخلوف واللي شايفه الجهاز الفني لمصلحة الأهلي هيتعمل الناس اللي بتحاول تنظر من دلوقتي وتتكلم الأهلي ما يحتاج حارس مرمى الناس في الأهلي عارفها هتعمل إيه والناس في الأهلي شايفها لمصلحة الفرع هيتعمل إيه اللي هيتم الشناوي لو إصابته معناها أربع شهور أو خمس شهور يبقى بنتكلم أن التروط أفريقيا كلها الشناوي مش موجود موقف حراسة المرمى إيه في الفترة اللي جاي ده الجهاز الفن هيحدده والجهاز الفن من مبارح بيكتمع وهيشوف ولكن في اللحظات اللي زي دي أهم حاجة نطمئن على سلامة الحارس بتاعنا نطمئن على سلامة الشناوي نديله دفعة معنوية راجل يدخل العمليات يخرج منها إن شاء الله سليم نطمئن عليه عشان بعد كده نشوف الموقف الرسمي ليه مسألة مركز حراسة المرمى وفي نفس الوقت كمان ندعم الحراس الشباب اللي موجودين مصطفى شوبر لعب مباراة نهاء إفريق الععلى مستوى لما بتحطه في مواقف صعبة بيظهر والبديل بتاعه حتى حمزة علاء هو حارس مرمى المنتخب الأولمبي ومصطفى مخلوف حارس على فكرة لا يقل فيه الإمكانيات عن مصطفى شوبر وحمزة علاء ولكن في النهاية النقطة الفنية هيتعامل ازاي مع الملف ده ده جانب